الجدول الزمني المقترح والأنشطة طبعاً نفترض أننا في مجتمع تعلم مهني لدينا مجموعة من المعلمين أو الإداريين الزملاء ونبدأ ببعض الخطوات الضرورية والمهمة طبعاً المدارس غالباً تسعى لبناء مجتمع التعلم المهنية أو تحاول ذلك لكنها تسعى لذلك بدون وعي أو معرفة بالمكونات والأفكار حول بناء مجتمع التعلم المهنية في النهاية يؤدي للتخلي عن تلك المجتمعات أو الإحباط في فائدة أو وجود شعور بالإحباط لدى المعلمين بفائدة مجتمعات التعلم المهني وبالتالي التخلي عنها في النهاية إذا نفترض لدينا مجتمع تعلم مهني نقوم بخطوات ضرورية أولاً تعلم بصورة جماعية حول مجتمع التعلم المهنية حيث يكون مجموعة من المعلمين بالقراءة المقالات مقالات محددة حول مجتمعات التعلم المهنية نطلع على بعض الفيديوهات حول مجتمعات التعلم المهنية ثم نطور مجموعة دراسة من بعض الزملاء والإداريين ونفسح له المجال لعمليات البحث واللقاء مع بعضهم بعض والمشاركة ثم يقدموا نتائج ما تعلموه لبعضهم البعض وللآخرين ثانياً من المهم توفير الوقت للمعلمين للقراءة والنقاش أثناء المجتمعات التعلم المهني أو حدوث الاجتماع داخل المجتمعات التعلم المهني مثلاً في حال المدرسة وفرت الوقت لأعضاء مجتمع التعلم المهني للتشارك إذا وفرت الوقت وتكوين المجموعات يعتبر نقطة البداية والانطلاق للدخول في مجتمعات التعلم المهني ثم نستخدم مجموعات مصغرة تعتمد النقاشات المكتوبة مما يتيح الاستماع للجميع في زمن أقل وهناك العديد طبعاً من البروتوكولات بإذن الله سنتناولها لاحقاً لإدارة هذه النقاشات ثم نضع سؤال يقود للنقاش أثناء المجتمع التعلم المهني المفترض هذا لماذا مجتمع التعلم المهني؟ ما الآثار التي نجنيها من مجتمع التعلم المهني؟ ونحدد أعضاء لكل مجموعة ونستخلص الخبرات من الموثاكل التي تمت قراءتها والفديوهات التي تم الاطلاع عليها ثم نتساءل أين نحن الآن في فهمنا ونحدد الأشياء الأكثر احتياجاً لكي نحاول معرفتها لاحقاً في هذا المجتمع التعلم المهني المبتدئ أو الطارئ نقوم بإجراء تعريف جماعي لمجتمع التعلم المهني الفعال وكذلك تعريف جماعي لمجتمع التعلم المهني التي ليست فعالة من خلال فرق مصغرة تحدد تعريف الفعالة وغير الفعالة ثم نولد بعض التساؤلات حول مجتمع التعلم المهنية الفعالة وغير الفعالة والبيانات حولها ويكون جدول الأعمال بالشكل التالي طبعاً مصغر ومبسط وليس مكتملاً نضع في الوقت الزمان وجدول الأعمال وأشكال الأنشطة والأدوات التي نحتاجها لتنفيذ النشاط وما هو أساس هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر